من المفاهيم المهمة جدا في سي شرب و عالم البرمجة عموما هي فكرة الكونستانس او الثوابط ان في بعض الـ variables او اللي انت هتعرفهم بقى ليس تبقى variable ليس تبقى متغير هو يبقى ثابت عشان مثلا تستخدمه بقى الـ application بتاعك من غير ما يتغير زي مثلا لو بتعمل لعبة عايز مثلا تثبت الجذبية عايز بتطلع في تقارير اسم الشركة فعايز تعرف ان الـ company name ده هيبقى constant او ثابت ما يتغيرش عشان ما يتغيرش بالغلط في اي application او اي حد يغيره عمدا او غير عمدا تعال نشوف برضو ايه بتتعرف ازاي في سي شرب طيب انت طبعا خلاص بقيت ايه متعاود ان هنيجي نعمل مثلا انت x equal 5 و خلاص و الدنيا تمشي تمام ونيجي بعد كده نقول له لا والله دي الـ x بقت ب 15 او 20 او 100 او اي حاجة و برضو الدنيا تبقى تمام بس كده ايه معنا ذلك ان الـ x بقت متغير بقدر اغيرها في اي مرحلة من مراحل البرنامج بتاعي فلو انا عايز تفايدة الكلام ده وان الـ x دي رقم مهم جدا serial number keygoid اي حاجة من الحاجات اللي انا محتاج اثبتها فبكل بساطة اقدر ايجي اقول له ان هي هتبقى constant باستخدام الـ keyword c-o-n-s-t او اختصار لي constant يعني شايفين راحهم يديني ايه راح عطول في الـ x تحت قال لي لا دي مش هينفع نغيرها خلاص يعني الكلام ده غلط الـ value ده مفعش تغير على البرنامج بقى الحسب x دي مقرية فين فمش هنفع غيرها خلاص اول ما شئ لها هيبتدي ايه تبقى مقبولة بالنسبة للبرنامج ان انا ايه اغيرها نفس الكلام مثلا لو جيت قلت له في الـ string company name هسميها مثلا وليكن اه درجة غيرها في اي وقت طالما هي مش constant هاجي خليها بقى ايه مايكروسوفت بقى طمعين مفيش مشكلة خلاص عاد لكن لو جيت قلت له انها constant راح على طول ايه مديني انها ايرو فوه كذا تقدر بقى تعمل كده لو عندك مثلا connection string عايز يبقى فيه connection string ثابت دايما على data base ما حدش يغير في الـ credentials داعته ولا اي بي السيرفر او اسم السيرفر او كده فتروح حاطت برضو هنا تقول له ان الـ connection string وهكذا طبعا نحن نسمى ما تكلمنش على الـ connection string بـ define ازاي يعني في الـ add.net او الـ entity framework هنيجي يعني الكلام ده مستقبلا ان شاء الله يعني فدي فكرة الـ constants في C-Sharp ان انا عايز ثبت حاجة في المرامج بتاعي ما تتغيرش بطريقة عامدا او غير عامدا يعني ترجمة نانسي قنقر